دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الذين يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة لهم وذلك لتتمكن الجمعيات من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد وقال المجلس إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في إخراج زكاة الفطر إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد لذلك يرى المجلس تعجيل تسليم زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها ولإيصالها إلى مستحقها في وقتها المناسب وأهب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بعموم المحسنين الحرص على إيصال زكاة الفطر وغيرها من أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقها من الفقراء والمساكين إما مباشرة أو بالتوكيل على ذلك